بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصفون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيئا وطهي البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معجومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقين ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليصوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعطي برما في الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يحلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان وجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قرر من السماء فتطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعطي شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ترجمة نانسي قنقر